اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نعمل انفوغرافيك لأربع طرق مجربة لاختيار عناوين ملفتة في البداية راح نتخلص من التكست اريا الموجود اللي هو مربعات النص من خلال نحددهن ونختار دليت الان راح نغير لون الخلفية طبعا من تنسيق الخلفية طبعا ممكن تظهرنا بهذه الطريقة وممكن يظهر مربع نص بهذه المنطقة حسب الاصدار لا بس نجي الى تعبئة خالصة ونجي الى اللون وطبعا نجي الى الوان اضافية راح نختار اللون الازرق مثلا هذا اللون وطبعا لا بس انه نغمقه ولكن مبدئيا انا احب اختار هذا اللون ومن ثم ممكن نذهب الى مخصص وطبعا ينزل الى الاسفل شوية وطبعا موافق جيد الان راح نضيف الاشكال طبعا نجي الى اشكال ومن ثم طبعا دائرة راح تكون بهذه الطريقة ممكن تكون دائرة اقل لا بس وطبعا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي طبعا ممكن نختار لون غامق من الوان المخطط التفصيلي الاضافية وطبعا ممكن نختار هذا اللون او لا بس نختار لون مغاير يعني ممكن نختار مثلا هذا اللون لا بس موافق ومن المخطط التفصيلي ايضا الوزن ممكن نختار هذا الوزن اللي هو ثلاثة نقطة لا بس جيد طبعا لا بس انه نزيد بيعني السمك ممكن نكون بهذا السمك وبداخله راح نكتب صفر واحد طبعا نكبر حجم الخط وطبعا ممكن بولد اكبر ونختار ممكن هو يبقى نفس اللون الابيض لا بأس راح نستنسخ هذه الدائرة بهذه المنطقة ممكن نستنسخها استنسخ اكثر بعد بهذه المنطقة الان راح نحدد الدوائر الثلاثة او الاربعة عفوا ومن تنسيق محاذات ونختار توزيع وفقي وممكن طبعا نكون الى اليمين بهذا الشكل جيد الان راح نغير النسب صفر اثنين صفر ثلاثة وصفر اربعة ممتاز الان راح نضيف اقواس هذا الشكل طبعا نضغط shift حتى القوس يكون يعني قوس متكامل وهذا القوس راح يكون نصف دائرة او نصف قوس عفوا من تعبئة الشكل مزيد من الوان التعبئة راح نختار لون الغامر طبعا ممكن من مخصص ممكن نزيد بالدرجة يكون بهذا الشكل جيد طبعا ممكن عفوا من تعبئة بلا تعبئة ومن المخطط ممكن نختار نفس اللون اللي صنعناه قبل قليل ومن الوزن ممكن نختار وزن اسمك ممكن هذا الوزن ممكن يكون اسمك من خلال خيارات اضافية وطبعا هنا العرض ممكن يكون مثلا اثنين نجرب اثنين ممكن يكون خمسة او عشرة يعني انا اشوف اثمانية مناسب طبعا راح نكبر هذا القوس ورح نخلي بهذه المنطقة راح نستنسخ القوس وطبعا راح نقلبه بزاوية 180 درجة ورح نخلي بهذه الطريقة لهذا الشكل طبعا نحرص بهذا الشكل نحرص على انسيابية التركيب يعني اذا لاحظ ان هنا عندما نكبر العرض ونلاحظ انه اوك انسيابية وان شفنا عند التصغير انه الاقواس ما متراكبة هذه يعني مشكلة بكرت الشاشة جيد الآن طبعا راح نستنسخ هذه الاقواس بهذه الطريقة وطبعا كذلك نحرص على الانسيابية جيد جدا الآن اصبح عندنا اختلاف بالدوائر فنجي نقارب الدوائر بحيث تكون بالمنتصف بهذا الشكل وطبعا الدائرة الاخيرة بهذه الطريقة تاز طبعا ممكن نحدد كل هذه الاشكال ونخليها بهذه المنطقة جيد الآن اضفنا مكونات الانفوغرافيك طبعا لا بأس انه نحدد الدوائر بالشفت وطبعا نختار لون مثلا ممكن يكون هذا اللون ممكن هذا اللون لا بأس ونكبر بها الحجم لا بأس بهذه الطريقة الآن رح نضيف العناوين طبعا رح نصنع انفوغرافيك للعنوان رح يكون باللون اللي اختارنا هذا اللون ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وطبعا رح نضيف جزء آخر وحيكون أقل هذا الشكل وحيكون باللون الأبيض حدد الجزئين وطبعا نخليهن بهذه المنطقة طبعا يبدأ في بداية هذه المنطقة وينتهي عند انتهاء الدائرة قريبا بهذه المنطقة ممتاز طبعا ممكن ينزل إلى الأسفل وطبعا نجمعهن من تجميع الآن من إدراج مربع ناص بهذه هي الطريقة رح نضيف مربع ناص ورح نكتب ابدأ بترقيم كنترول A وطبعا نختار فونت الجزيرة بولد وبلون أبيض نكبر الحجم طبعا لا بأس أي صغر جيد الآن رح نخلي العنوان بهذه المنطقة رح نضيف أمثلة كمثال طبعا هذه هي الأمثلة رح نأخذ مسخ لها ورح نستنسخ هذا مربع الناص رح نحدد كل شيء وقليك أيمن ونختار حرف A أيضا رح نحدد الناص ورح نختار الجزيرة regular مثلا لا بأس أن يكون regular ولو أنا أفضل أن يكون light دائما النصوص الكثيرة أفضل أن يكون font light طبعا نصغر الحجم بهذه هي الطريقة وطبعا كلمة أمثلة رح تكون regular لا بأس أن أمثلة تكون regular بهذه هي الطريقة جيد طبعا هذه أمثلة للطريقة الأولى جيد فقط خلي نضيف العنوان حتى يتوضح عندنا نأخذ مسخ لهذا العنوان ورح نضيف العنوان بهذه الطريقة نأخذ مسخ كلك أيمن رح نضيف 2100 طبعا نكبر الناص بهذه الطريقة جيد وطبعا لا بأس أن نستخدم البولد والفاتح طبعا من خلال نختار ممكن هنا عناوين ملفتة تبقى bold وهنا عدنا أربع طرق تكون regular يعني ممكن ينطي انطباع أجمل وطبعا لا بأس أنه نكبر من حجم العنوان راح نحدد العنوان وراح نحدد هذا الشكل مع الأمثلة وطبعا راح نستمسخه في هذه الطريقة وطبعا راح نستمسخ العنوان الثالث وهذا طبعا العنوان الرابع ممتاز طبعا لا بأس أن نجي نحدد كل هذه العناوين وتنزل إلى الأسفل باعتبار عدنا مساحة ممتاز الآن راح نجي نغير اسأل سؤالا طبعا نجي نحدد هذا النص ونهتم أنه نختار الواحد ثمين ثلاثة طبعا ممكن يبدأ نحذفها نجيت بالخطأ أيضا الأمثلة طبعا أمثلة ما يحتاج نستنسخها فقط المحتوى نفسها راح تكون موجودة وحتى هم نتخلص من تغيير الفونت نختار واحد ثمين ثلاثة طبعا عفوا ممكن تكون بهذه المنطقة واحد ثمين ثلاثة عدنا صحح الخطأ طبعا ممكن هنا تكون صحح الخطأ بهذا الشكل وطبعا أيضا لصق واحد ثمين ثلاثة والقاعدة الرابعة راح تكون سؤال كيف بهذه الطريقة لصق كليك أيمن ولصق الأي فقط ونختار سؤال كيف إذا لاحظ أنه أصبح عندنا إنفوغرافيك جميل ومتناسق وبطرق إبداعية نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر